لمناقشة هذه الملفات المشاهدين ينضم إلينا مباشرة من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي دكتور أحسان الشماري دكتور أحسان أهلا بك العهل السعودي يقول لرئيس الوزراء حيدا العبادي قلوبنا مفتوحة وكل الأبواب مشرعة للتعاون مع العراق هل هذا أداء جديد من قبل المملكة العربية السعودية تجاه العراق أم أن هذا الأداء كان موجودا لكنه كان مغطا شكرا على استضافة أنا أعتقد أنه أداء جديد أستاذ حيدر على اعتبار أن فترة القطيعة والتي استمرت لسنوات طوال يبدو أنها أنجلت خصوصا مع ملاحظة المملكة العربية السعودية لطريقة أداء الحكومة العراقية وعلى رأسها الدكتور حيدر العبادي في طبيعة تعاطيه مع المعركة مع شركائه أو بالتحديد مع المكون السني ولذلك وجدت فيه خير ما يمكن أن تبدأ به هذه الصفحة وهذه السياسة الجديدة خصوصا وأن المملكة العربية السعودية تجد في العراق وحتى مصر شركاء أساسيين في قيادة العالم العربي ولذلك هي تنطلق بهذا أو بهذا المنهج وهذه السياسة الجديدة هناك من يرى دكتور حسن بأن ربما شخصيات داخل العراق ستحاول عرقلة مثل هذا الارتقاء بالعلاقات وهذه الطفرة كما عبر عنها بالعلاقات بين العراق والسعودية هل تذهب أنت أيضا إلى هذا الاعتقاد بأن هناك من يحاول زعزعة مثل هكذا اتفاقات مع العربية السعودية هذا لا يمكن القفز عليه خصوصا وأن الأصوات ما قبل الزيارة وإلى حد هذه اللحظة يبدو أنها تحاول أن تقضم من نتائج هذه الزيارة لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن العراق سيعود خطوة إلى الوراء اتجاه المملكة العربية السعودية الاعتبار أن السياسة الخارجية وتحديد مسار هذه السياسة هي حكرا في مجلس الوزراء وبالتالي لا أتوقع بأن العراق سيتراجع حتى وإن كانت هناك أصوات أو حتى إعاقات من أجل تعود العلاقات ما بين بغداد والرياض مرة أخرى إلى مرحلة الفتورة أنا أعتقد أن على أقل تقدير القرار الرسمي تجاوز هذه الأصوات وبالتالي يضع العلاقة ما بين البلدين على أسس صحيحة وثابتة دكتور إحسان المجلس التنسيقي الذي أعلن عنه بين العراق والسعودية يتناول مجالات كبيرة الحقيقة سياسية أمنية اقتصادية وسياحية وأيضا ثقافية هل تعتقد بأن تحقيق مثل هذه المجالات يعني الأعمال التي ربما تنجز على أرض الواقع سيكون سريعا أم أنها ستكون مؤجلة فقط من باب الإعلان عن تعاون بين البلدين حسب الإشارات التي وصلت لنا أن هناك قطوات مسارعة من أجل هيكلة هذا المجلس وأيضا اللجان التي ستأخذ على عاتقها ووضع اتفاقيات ثنائية ما بين البلدين ويبدو أن العمل يجري منذ شهور مضت يعني على أقل تقدير فيما يرتبط بقضية فتح المنافذ الحدودية وحتى بعض القضايا الدبلوماسية يعني على مستوى تعيين سفير بالأصالة وغيرها فيما يرتبط بقضايا التعاون الاستخباراتي والذي مهد له من خلال اجتماعات في تونس خلال اجتماعات وزراء الداخلية العرب أضف إلى ذلك الملك والدكتور العبادي رئيس الوزراء العراقي ركزوا بشكل كبير على أهمية العمل السريع جدا من أجل عودة العلاقات إلى سابق عهدها بالشكل الذي يكون ذو مردود إيجابي على البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة بعد المملكة العربية السعودية توجه رئيس الوزراء إلى إيران ما معنى ذلك؟ أنا أعتقد هي رسالة واضحة بأن لا يوجد رأي يمكن أن يفرض على العراق على مستوى سياساته الخارجية وأن العراق يقف على الحياد ولن يصطف مع أي من جواره كان جوارا إقليميا أو حتى عربيا وبالتالي العراق الذي يمتلك الآن علاقات إيجابية أيضا في ذات الوقت مع السعودية يمتلك أيضا علاقات جيدة وستراتيجية مع إيران على الرغم من أن الدولتين متضادتين ومتصارعتين في نفس الوقت وهذا يؤكد نجاح السياسة العراقية التي انتهجها مع المحاور المتصادمة في المنطقة هل تعتقد بأن لمثل هذه الزيارة وما أعلن عنه بأنه سيتوجه رئيس الوزراء أيضا إلى الكويت سيكون للعراق وساطة بالأزمة التي تواجهها قطر مع بعض الدول الخليجية حسب ما وصل لي قبل قليل بأن قد يكون هناك طلب من قبل إيران بالتحديد إلى رئيس الوزراء العراقي بالقيام بمهمة الوساطة سيما وأن البيان الذي صدر من خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي مع الرئيس الإيراني ركز حسن روحاني من أن العراق دولة مهمة ويمكن أن تلعب دورا أساسيا في استقرار المنطقة يبدو أن هناك طلبا إيرانيا من أجل أن يلعب العراق دورا وساطة ليس فقط على مستوى الخلافات الخليجية الخليجية وإنما حتى في بعض الملفات العالقة العراق يحظى بثقة كبيرة وهذا يؤهله إلى أن يلعب دورا مهما طيب هذه الثقة اليوم الموجودة لدى العراق هل تعززها لقاء سيد العبادي بالعاهلة السعودي وبالتالي ربما قبول هذه الوساطة المطلوبة من قبل إيران مما لا شك فيه مدى الترحيب والاستقبال والقلوب المفتوحة والأبواب المشرعة التي دفع بها العاهل السعودي أيضا أكثر من ذلك الدعم اللامحدود والدعم الكبير الذي أشار إليه السيد الخامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية حين التقى الدكتور العبادي أنا أعتقد أنه يؤهله للقيام بهذا الدور دور الوساطة هو يحظى بثقة الطرفين العراق يحظى بثقة الطرفين ولذلك يمكن أن يمضي بهذه المهمة بنجاح حتى وإن كانت صعبة من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي دكتور أحسان الشيمري شكرا جزيلا لك